اهلا محاضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة الفقرة اللي هنتكلم من خلالها عن موضوع اعتقد ان هو مهم جدا هنتكلم عن خلايا الدم ايه هي اصلا خلايا الدم ازاي بتتكون ازاي بتتجدد ايه هو فقر الدم هل ينفع ان احنا ننقي دمنا من السموم فعشان نقدر نضل بقدر مستطاع نحافظ على صحتنا هل ده ممكن يتعمل يعني ده شيء قابل للتنفيذ ولا لا كل دي اسئلة عايزين نعرف لها الاجابات عليها والاجابات موجودة بالفعل عند الدكتورة الدين ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز اللي دايما بتنورنا في البرنامج صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم زي الفل الحمد لله يا رب دايما احسن حال ربنا يخليك تسلم انا اتكلم النهاردة عن حاجات مهمة جدا انا بس عايزة في البداية استأذنك في تفصيلك انا واحد من الناس عرفت على كبر ان فقر الدم مش معناني بالشخص مثلا رفيع زي حالاتي انا كنت معتقد ان الشخص اللي يتقال عليه ان عنده انيميا او عنده فقر دم لازم يبقى يعني جثمانيا رفيع اكتشفت مؤخرا من كذا حد من اصدقاء يعني معظمهم من الصنف المكالبة وكل يقول لك ده عندي فقر دم وعندي مشكلة فيك ده كان مفهوم مغلوط بقى عندي اه طبعا اه طبعا مفهوم اكيد مغلوط فقر الدم ومشاكل كفاءة الدم مش 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 قصة ان الروفيعين بالعكس خالص الحقيقة ان الدم مهم جدا لجسم الانسان لان هو اعتقد الدم هو اللي بيحافظ على البشرية ليه الدم مهم وبالنسبة لفقر الدم طبعا جدا لان الدم هو وسيلة الموصلات لنقل اي حاجة بنعتبره التاكسي هو اللي بينقل الاكسوجين من الرئة للخلايا هو اللي بيخلي خلايا الدم البيضة بتمشي في الدم عشان تحارب اي فيروس او اي بكتيريا يبقى لازم منعت يتبقى كويسة لازم الفيتامينات والمعادن يبقوا كويسين هي اللي بتنقلي الفضلات والتوكسنز لحد الكبد والكلة عشان نتخلص منها وهي اللي بتحافظ على حرارة الجسم سابتا فلازم طبعا مهم جدا ان احنا نحافظ على كفاءة الدم ونحافظ على كرات الدم الحمرة اللي هنتكلم عليها ازاي نقدر نحافظ على كرات الدم الحمرة وما تقلش معانا ونحافظ على الخلايا المناعية فالدم طبعا مهم لكل حد فينا بلا استثناء ستات رجالة شباب لان على فكرة اكيد الستات بيجي لها فقر دم اكتر من رجالة عشان كدر ما منيجي نعمل السي بي سي بتاعنا بيبقى رست من اديها اقل شوية لكن بتلاقي شباب دلوقت عندهم فقر دم اكيد هو اصلا فقر الدم دكتورة دين عبارة عن ايه يعني ايه فقر دم فقر الدم الانيميا ان النخاع العظم ما بيقدرش ان هو ينتج كرات الدم حمرة بكفاءة او بنسبة عالية لازم كرات الدم الحمرة تتفرز من نخاع العظم بتقعد اربع شهور وبعد كده بتروح على الجابة الكابل يعني مرجعية فقر الدم من عدم وهي كرات الدم الحمرة يا اما النخاع بتاعنا ما بيفرز كرات دم كفاية اما بيفرزها وبتتلف بسرعة فدي مشكلة كبيرة جدا نقدر نعزز الكلام ده اكيد بالمكمل الغذائي يا كريم اللي جاي تكلم عنه قلب مالتي فيت احنا مش عايزين يبقى عندنا فقر دم طبعا فقر الدم هتلاقي كتير مثلا عندهم دوخة مش عارفين ان ده مشكلة نقص كرات الدم الحمرة ونقص الاكسوجين عندنا كمان من الاعراض التعب المستمر دي التنفس الاكتئاب الدوخة كل الحاجات دي اسفرار الوش على فقرة فقر الدم بيبان وشي مصفر تنميل في الاطراف الاكسوجين مش واصل الاطرافي فنقدر نعزز كفاءة الدم سواء من فقر الدم او حتى نعزز من الانتي باديز والخلايا المناعية بقلب مالتي فيت ايه هو قلب مالتي فيت الحقيقة مكمل غذائي رائع في كل الفيتامينات والمعادن اللي تقدر تحسن لك جدا كفاءة الكرات الدم الحمرة فما نعنيش من اناميا ما ينفعش نحن نعني من اناميا كل اجهزتي عايزة الاكسوجين كل اجهزتي عايزة الخلايا المناعية لان احنا عندنا دلوقتي فيروس كتير وبنصب نزلات البرد كتير فلازم نقوي دمنا مهم جدا طيب شمانة دينا بتقول قلب مالتي فيت لان الحقيقة قلب مالتي فيت من اهم الفيتامينات اللي تقدر تستهدف وتنت طبعا مع الحديد انا هتكلم على قلب مالتي فيت بس ده لا يغني عن ان احنا نعرف مخزون الحديد عندنا مهم جدا لان احنا نعمل السي بي سي بتاعنا على الاقل مرة كل ستة شهور نتأجد ان الهوموجلوبين ما بيقلش عن اتناشر للستات ما بيقلش عن تلاتاشر للرجالة ونتأكد من مخزون الحديد بعدها هنستخدم قلب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشة دلوقت يا كريم طبعا قلب مالتي فيت فيه اول حاجة مهمة لكفاءة الدم فيتامين بي كومبليكس عائلة فيتامين بي من كلهم يعني ثايمين مهم فيتامين بي وان والنياسين مهمة جدا حاجتين لانتاج كرات الدم الحامرة الفوليك اسيت اللي هو فيتامين بي 7 بلس الكوبالامين الكوبالامين فيتامين بي 12 مهمة جدا ان احنا ندعم كرات الدم الحامرة لان الاكل مش كفاية يعني الاكل بتاعنا مش هيبقى كفاية يديني كل الفيتامينز دي احنا شايفين حتى لو كمياته حلوة مش كفاية احنا يوميا مش معقولة كل يوم هنأكل كذا كيلو لحمة مثلا احنا يوميا محتاجين الفيتامينات دي القرس اللي احنا شايفينه فيه كل الفيتامينز دي عائلة فيتامين بي كومبليكس كلها من فيتامين بي واحد اتنين تلاتة خمسة سبعة ستة سبعة وتسعة وتناشر عندي حاجة مهمة جدا كمان الزنك الزنك مهمة جدا المناعة احنا كنا زبطنا فقر الدم عايزين نزبط الخلايا المناعية بتاعتنا والانتيباديز عندي زنك داخل كابسولة ألب مالتي فيت عندي فيتامين سي برضو مهمة جدا للمناعة عندي الكابر الكابر اللي هو النحاس يقولولي ايه احنا اول مرة سمعنا عن فيتامين بي كومبليكس اول مرة نسمع ان النحاس ده مهمة للدم النحاس هو اللي بيخلي قرات الدم الحمراء توصل للحديد دي مهمة بيقدر يوصل للحديد فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد حتى لو بناكل لحمة كتير ما بيحصلش امتصاص الحديد بتشوف ناس أنا عندي أنامية وباكل لحمة لكن أنا عندي أنامية خلي بالك من فيتامين سي بتاعك فده مهم اكيد المكمل الغذائي قلبي مالتي فيد مهم جدا اقول انه موجود في جميع السيدليات لان دلوقتي على السوشال ميديا عندي دكتورة دين ألاقي قلبي فين ألاقي قلبي فين التليفونات للاستفسارات أنا أحب جدا ان انا اشتري مكمل غذائي من السيدلية ده بديني أمان انه مرخص من هيئة سلامة الغذاء فبغضم السيدلية ده بديني الأمان الكافي ان يتعامل عليه تستاذ فدي حاجة مهمة جدا حلو